سيد ميشيل لماذا تبدو أوروبا في هذه اللحظات وكأنها لا تعرف ما الذي يجب أن تفعله وحدها دون الولايات المتحدة ما القرار الذي يجب أن يتخذ وتنظر إلى الولايات المتحدة حتى تستمع منه على ما يجب أن تقوم به نعم في الواقع ما كانت تفهمه أوروبا الاتحاد الأوروبي وتحديدا الدول الرئيسية في هذا الاتحاد أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا هي أن الوجود الأمريكي في شمال وشمال شرق سوريا كانت له ثلاثة أهداف الهدف الأول كان هو القضاء على داعش الهدف الثاني هو احتواء النفوذ الإيراني لا بل جبهه والهدف الثالث الدفع باتجاه الحل السياسي هذا مفاهمه الأمريكيون بمناسبة خطاب ألقاه وزير الخارجية مايك بومبيو ورحبت به الدول الأوروبية وخصوصا هذه الدول التي ذكرنا أسمائها ولكن اليوم ما الذي حصل الرئيس الأمريكي قرر الانسحاب بأسرع وقت يعني هذا أسرع الوقت بداية تحول إلى انسحاب تدريجي مربوط بالقضاء على داعش القضاء على داعش مسألة أيام إن لم يكن ساعات وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي عندها سيكون بناء على وعود انتخابية أنه سيصحب جنوده وبدأ بصحب الأليات وغير ذلك أما الهدفان الآخران وهو احتواء نفوذ الإيراني والدفع باتجاه الحل السياسي فهذان الهدفان لن يتحققا وبالتالي فإن الرئيس الأمريكي علما أن واشنطن هي زعيمة التحالف الدولي لمحاربة داعش هذا الرئيس لم يشاور حلفائه لم يتشاور مع حلفاء الأساسيين لا بل إنه لم يتشاور مع قادة الجيش الأمريكي ولا مع وزير الدفاع ربما الوحيد الذي كان على اتصال معه هو مستشاره جون بولتون وبالتالي فإن ما قاله وزير خارجية فرنسا أمس إن السياسة الأمريكية هي بمثابة لغز هذا شيء حقيقي وشيء تلمسه الدول الأوروبية العواصم الأوروبية ولا تعرف كيف تتعامل معه لسبب رئيسي وهنا أعود لسؤالك مباشرة لأن الحضور الأمريكي في سوريا هو الحضور الفاعل ولأن الحضور الأوروبي إلى الجانب الأمريكيين هو حضور رديف وهنا في باريس قيلنا أكثر من مرة إذا أراد الأمريكيون الانسحاب فننسحب قبلهم وليس بعدهم وإذا ما يبقى أمس وقال ثلاثة أيام في إيشي وارسو يطالب الأوروبيين بأن يبقوا شمال سوريا ويشكلوا قوة الرقابة قوة المحافظة القوى الأمنية سميها مشات بينما الأمريكيون سيسحبون ترجمة نانسي قنقر